نروح بقى لمنتخبنا الوطني ومشواره في كاس العرب فيفا 20-22 خلاني نتكلم على قولي بصفة عامة رأيك فيه 3 مباريات عامة يعني شكل أداء المنتخب من خلال رؤية فنية من خلال جهاز فني بقيادة كروش والله يشوف حرك كان دايما بطولة عربية أو طولة العرب دي ما كانتش بصراحة عمرها ما كانت حلوة بالشكل ده كان دايما بيبقى فيها شوات مشاكل حاسسيات عربية عربية ما بتكملش بدليل أن هي دايما 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 تلاقيها مش منتظم يعني مش كل سنتين أو ثلاثة أو أربعة دي كل ما إيه بالباركة كده السنة دي الموضوع مختلف تماما ده يحسب بصراحة للمسؤولين في قطر عن البطولة لازم نرفع لهم القباة على ده ملاعب حد سواء حرج ومبراعية الفيفا كمان بتفرق جدا الفيفا بالضبط لون الفيفا أصلا نعتبر البطولة دي بما ثابت التجربة للمونديال بعد سنة فعشان كده نكحة كمان على المستوى الجماهيري عمرنا ما شفنا مباراة بين مصر والجزائر يعني ايه طبعا دايما مباراة مصر والجزائر بقى فيها حسية عالية جدا كرويا يعني مش عايزة أقول حاجة تانية لأنها كانت للأسف كانت في بعض الأحيان بتخرج أو كاسين من أحيان كانت بتخرج عن الإطار ريادي المرة دي لا مختلفة حتى هنقول بقى بطولة ودية أو حتى الاتنين متأهلين أو النتيجة تعادل ومع ذلك الأجواء الجامرية رائعة جدا الإعلام تناول إعلامي سواء في مصر أو في الجزائر أكثر من رائعة حتى المستوى اللعيبة نفسهم صحيح كلنا شفنا محمد الشناوي حرس مرمى النادي لأيلي منتخب مصر لما عمل تويتل بيتمنى فيها الشفاء لبغداد بنجاح الحاجات دي بتبقى فيها بتكسر حجز النفس لدى اللعيبة لأنه دايما عندنا ده كان مهم جدا يا كابتن قبل المباراة الفاصلة في كاس العالم وارد جدا تيجي معنا الجزائر أو منتخب أو تونس أو المغرب وارد جدا نحن بنسبة 60% معنا منتخب عربي يعني لأنا أتمنى ذلك مش عشان خايفين من حد عشان بتبقى فرصة أن الأربع يتقاهلوا أنا عن نفسي أتمنى ناجيريا مثلا أو السنغال على الأقل لكن إن حصل ما فيش أي مشاكل أهلم بتونس أو بالمغرب أو بالجزائر فكان مهم جدا أنت تقابلهم لأن ده بيكسر الحاجز النفسي ما بيعملش اللي هي المشاكل النفسية والضغوط والتوتر والحاجات اللي بتحصل ليه يمكن أكسرهم شوية الجزائر عشان كده أنا سعيد بهذه المواجهة كنت أتمنى نقبل المغرب بالمناسبة بس مش مشكلة إن شاء الله نقبلها في النهائي عندنا بقابلة إن شاء الله إذا فوزنا على أردن نقدر نكسب إن شاء الله نتقاء وتونس كسبت إن شاء الله نقدر نقابل تونس فهيبقى قابلت التلاتة نحن نكلم في الشكل اللي ظهر به كيروش لا كويس نحن 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 نجمل التلاتة مباريات مع وجود إيجابيات كتيرة جدا نكلمت على بعضها في الإنترو إيجابيات إن تقريبا كل اللعيبة اللي معاك شاركت في البطولة معاك ده يمكن حراسة المرمى شايف البلان بتاع كيروش هل الهدف منه الحصول على البطولة هل الهدف منه إنه هو بيحاولي جاهز عدد كبير من اللعيبة لما هو أقوى على مستوى طبعا البطولة أفريقيا أو على مستوى التأهل لكاس العالم هي البطولة كلها ما كاسب يا كابتر الرقم واحد هي إعداد جيد لكاس المرمى الأفريقية اللي بعد شهر من الآن يعني دي أغرب حاجة ليك وبعد كاس المرمى على طول أنت عندك مبارتي الفصل اللي هم أهم حاجة في حياتنا الفترة دي لكاس العالم أنت عندك البطولة دي والمارشين دولده أهم حاجة عندك فأنت النهاردة البطولة الكاس العرب بتدي لك إعداد جيد أو أنت ما معاكش مثلا ما معاكش صلاح ما معاكش النني ما معاكش مصطفى محمد ما معاكش مرموش ما معاكش لعبة برامتز مثلا لكن أنت على الأقل بتقدر تجرب عدد كبير جدا من اللعيبة كان فوق نظر لما جاك يروش في الوقت الحرج اللي هو قبل الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة للموديل اللي هي المرحلة الثانية يعني قبل ما تشل بها كان عندنا حاجة يعني كنت ألان عليها جدا اللي هي الإنسجام اللعيبة دي كويسة وكل حاجة بس ما يلعبوش مع بعض كتير فكانت دي فرصة كويسة جدا وأتمنى أنه يصل لن أبعد ما يكون مش قصد يكسب البطولة ولكن عشان يبقى أكبر عدد منهم المباريات اللعيبة بتلعب مع بعض أكتر 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 شوفنا مثلا واحد زي المصطفى فتحي زاد من المباراة الأخرى أكرم توفيق حسامة فيصل حسام فيصل اللعيب اللي خدوا فرصة دولية حمد فتحي طبعا هو لعب رؤى ولكن اكتشاف أكتر بيأكد ده ملك التاكلينج في العالم تقريبا يعني حاجة بسم الله ما شاء الله كل ده بيدي ثقة أكبر للعيبة وبيدي ثقة بيدي حلول للمدير الفني إنه هو البطولة دي ليست رقم واحد ولكنها إعداد لما هو مهم اللي هي كاسم أفريقية والأهم اللي هو التأهل المجال فهي طبعا كلها مكاسم كمان خلي بالك برضه محصن بتبقى رسائل يعني رسائل مهمة كمان جدا لمنافسيك القادمين لو نتكلم على منتخب المغرب الجزائر تونس سنغال ناجيريا لما كمان بيبصوا على هذا المستوى ومصر عندها كمان قاعدة من الاختيارات كبيرة جدا من لعيبة مميزة ده من الجانب النفسي يعني بلاس يعني ده حاجة إيجابية وحاجة تضاف طبعا للمنتخب صحيح كنت قاري حتى في تعريف الصحافة الجزائرية كنت أتكلموا يقولوا عن منتخب الجزائر في طريق مفتوح للفزل قصد التاهل المنديال ولكن عنده عقبة في المنتخبات التصنيف التاني فيما لو واجه مصر أو الكاميرون هو اعتبرني دي عقبة لأن دول أقوى منتخبين في وجهة نظر طبعا الأقوى الجزائرين أنه طبعا أكيد ما يتمنيش يقابلوا عشان مش عايز يعني عايز يكون أسهل ولما لا مالي مثلا ولا بقية المنتخبات اللي هي الأقل شوية مستوى التاني نه بالزبط مالي أو كنغو مثلا فهو كان حابب ده فده بسببه أنت بتزيد أكتر لأن منتخب مصر حتى وإن كان في التصنيف التاني فهو بيزيد مع الوقت منتخب لها سوكله ترجمة نانسي قنقر